هات جاي هات لعاد هيك بقر الدير بزرع الدير ها يا معلمي وإحنا إحنا ما نالنا غير التعب والعذاب من وراء فياض وطالب ها شفت وين مسبحتي هايها يا معلمي هايها هات جاي تفضل السلام عليكم وعليكم السلام أهلين أهلين يا مختار عرفت يا أبو ربحي منول اللي حرق بستان طالب السالم آه عرفت نسيبه جوز بنته علي تجير بدها قضوة عرب تخلي طالب وجماعته يدفعوا حق شرفيتنا هاي هذا غير تأخير نحن والعمال يا معلمي كل يوم رايحين جايين على المغفر وبعدين احنا يعني عطلوا شغلنا ولا إلنا ولا علينا وتفتيش الدور والمزارع وتعطينا العمال ناسينه هاذ خليل نعم يا معلمي هات شاي هات حاضر يا معلمي من عيوني السكر زيادة يا مختار هات اللي تجيبه والله حاس راسي بده ينسطح سلامة راسك ليش راسك بده ينسطح اسمع يا أبو ربح إذا أنت بدك تسكت أنا والجماعة مش رايحين نسكت أبدا على إيش أنت مش متذكر شو اللي سواه بينا طالب السالم أنت ناسي يوم رحنا نزوره أنه طردنا وسكر الباب بوجهنا وسب علينا غير اللي شاعر اللي طلقها علينا بالقرية حصل خير يا مختار حصل خير والله ما لازم يحصل لطالب وجماعته أي خير مننا الشاي يا معلمي تفضل يا معلمي السكر زيادة يا مختاري وشو صار مع فياض بعدين؟ ودوا على الحبس يا معلمي يعني عبين ما يقدموا للمحاكمة؟ فياض يا جماعة الخير مسكين حرق بستان طالب السالم لأنه ما رد له مرته لكن طالب السالم هو راس الحية اللي لازم ينضرب مختار كبر عقلك شوي والله يا بو ربحني خابر عقلي كبير أبا سعاد قصد الرد هيبتنا كلك هيبة يا مختار بس اسمع بدي إياك تروح تزور طالب أزور طالب؟ أنا أزور طالب بعد اللي سوا بينا؟ أي هذا حكي يا سلامي بيك؟ حكي ونص بتروح بتزوره وبكلمة طيبة بتطيب خاطره وبتشوف لي كيف الليمونات عنده ما هو يا سلامي بيك؟ لا ما هو ولا بهو ولا شهو مصلحتنا وأنا بعرفها بدنا مصلحتنا وبس على حساب أنه يهيننا؟ لا بهينا ولا إشي يا جماعة الخير مالكو زلمة فكر إنه إحنا اللي حرقنا بستانو طلع اللي حارق بستانو نسيبو فياض وانتهى الموضوع وصب وسكروها عاد بس يعني يا معلمي لازم لازم طبعا يعتذر ويحب على رأسك يا جماعة لهاني على رأسنا وأنا قابلها لا لا يا سلامي بيك سلامة قيمتك اسمع يا مسعود بتروك وبتروكنا أنا هالساعة بد أروح على السوق مشان أأمن سوق الحمضيات بتروح على طالب بتمدله بإيدك بالمحبة وتنزاش منوه ابنه عوض قل له يا ابن أخوي ادرداني شوية ادرداني شوية